اشتركوا في القناة وان شاء الله بإذن الله هننفذ الوعد ده احنا رجعنا احنا عملنا كل حاجة ان شاء الله بالطمين في الألماني النهاردة في ليلة الامتحان مجزيل لحضركم مجموعة أسئلة مهمة جدا هدفنا حاجتين الهدف الأولاني انه هنغطي أكبر جزء من المنهج نفتكره ونراجعه بعد ما خدنا كزا مادة فأكيد نسينا شوية في الألماني الهدف التاني ان احنا بنحاول ان شاء الله بإذن الله نقرب من الامتحان اللي هيجي لكم فيش حاجة اسمها توقعات فيش حاجة اسمها مدرس بتوقع مدرس بتوقعش كلها اجتهدات فيه توفيق من ربنا ان احنا بنحاول نجتهد والتوفيق بتاع ربنا احنا عملنا كل علينا بس هركز على مجموعة أسئلة يا رب يا رب ان شاء الله تبقى أجزاء كتير جدا منها في الامتحان يلا نبدأ هنبدأ أول حاجة بالتكست الفاصم قطعة الفهم قطعة الفهم اللي هو أول سؤال عندنا فيه الامتحان بنجيب لحضرتك قطعة وقطعة عليها تسع اسئلة مطلوب من حضرتك انك تحل تمانية من التسعة حضرتك حاول تحل التسعة عشان في حالك لو فيه سؤال غلط الباقي بيتحساب لك صح التسع اسئلة بتاع القطعة هتلاقي منهم تلات اسئلة بدئين بالفرب السؤال طالما بدئ بالفرب حضرتك هتجاوب بس يا 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 ناين طب هي لو ناين اقوله الصح لا طب أعلي لا خلص انت هتقولي يا 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 ناين والستة اسئلة الباقيين بيبقوا اسئلة بأدوات الاستفهام حاج سؤال القطعة بيجينا حاجة شبه اللي خدناها في المنهج وعشان كده انا في القطعتين اللي جيبهم للتدريب لحضرتك جمعت كل القطعة اللي خدناها في المنهج وحطيت قطعتين بنفس الصيغ وبنفس الكلمات والتعبيرات اللي موجودة عندنا في القطعة عشان نقرب ان شاء الله بإذن الله كتير من القطعة القطعة ان شاء الله في وعد ان ما تزيدش القطعة عن اتناشر سطر تقريبا انا متكبر شوية عشان هجمع على حيك اكبر كم ممكن من الثروة اللغوية اللي موجودة عندنا ازاي هنحل سؤال القطعة حيك لازم تقرأ القطعة تلت مرات فيش حاجة اسمها القطعة بدون ترجمة ده ما ينفعش رأسي السؤال اسمه قطعة الفهم فهم القطعة لازم تقرأ وتفع حيك بتقرأ القطعة تلت مرات اول مرة تتعرف عليها بتشوفها بتقول ايه تاني مرة دي المرة رأسية بتبدأ تترجم ولو كلمة قبلتك مش عارفها حط احتيها خط وعدي فوت الجملة اللي بعديها اللي بعديها اللي بعديها قبلتني الكلمة بحط احتيها خط ثم بعد ما أخلص قرأت القطعة المرة التانية هارجع للكلمات اللي أنا حطيتها احتيها خط حيك لو بترجم الجملة كلها ممكن تجيب الكلمة دي من سياق الجملة ممكن تبقى شبه حاجة بالانجليزي ممكن تبقى ده اسم اساساً وانت ما خدتش بالك ان ده اسمه بتحصل كتير معرفتش معنى الكلمة ولا تتهز بيعني ما ممكن نحل القطعة حتى لو في كلمة أو اتنين أنا مش عارف معنى رأية القطعة المرة التالتة مفيدة في ايه؟ مفيدة انها بتجمع للأفكار كلها ببعضها احياناً بعض الاسئلة ما تبقاش موجودة في حتة واحدة في القطعة جبتها في كذا مكان يعني هو زار كذا مدينة في ألمانيا فيقولك ايه المدن اللي زارها وده كله بيسرده على مدار القطعة قاعد هنا خمس يام وهنا ثلاث يام وهنا يومين يقولك هو قاعد في ألمانيا قد ايه؟ دي مش هتعرف تجيبها إلا إذا كنت قاري القطعة المرة التالتة ومجمع كل الأفكار هنا في دماغ بعد ما تقرى القطعة وحفظتها صح؟ ارجع للقطعة وتأكد المسأل يقولك القطعة ما بتجدابش لكن دي هتخونك تضحك عليك تخدعك ركز ارجع للقطعة وهاتي الإجابة من القطعة لو كل سؤال رجعت جبت إجابة من القطعة مش هتاخد معايا أكتر من 30 ثانية بالكتير في 9 أسئلة بنتكلم في 4 دقائق ونصف 5 دقائق الموضوع يستاهل دول 8 درجات سنوية عامة يعني 2% القطعة قد تأتي على شكل خطاب لو القطعة جات لازم نبص على أربع حاجات رأسية بصيلي تحت خالص على يمين بيبقى مكتوب اسم الرسل يعني هنا قدامنا قيا مصطفى يبقى الرسل مصطفى ثم تبص فوق على يمين مكتوب فرانكفورت ده مكان إقامة الرسل يعني مصطفى حاليا قاعد في فرانكفورت جنبها ده تاريخ كتابة الخطاب يعني كان مصطفى كاتب الجواب بتاريخ 7-8-2014 بقى تلمين بص فوق على الشمال ليبي إلتر والدية الأعزاء يبقى اللي كاتب مصطفى قاعد دلوقتي في فرانكفورت كاتب بتاريخ 7-8-2014 وبعت لي والدية تعالوا نشوف مصطفى بيقول إيه لوالدين ليبي إلتر كيف حالكم إزايكم؟ يريد تكونوا بخير يت زيند هير فيا تسين تاجة شون فور باي زيند فور باي يعني مرت دلوقتي 14 يوم مروا شون بالفعل خب بالك من كلمة شون بالفعل بالفعل معناها إن حاجة عدت مدة منقضية لما نيجي على مدة وقول شون بالفعل تعرف إن المدة دي مرت خلصت انتهت خلاص 14 يوم مروا بالفعل إيش هاب فيلس zu إرسيلن عندي حاجات كتيرة حكيها مين جاستي فاميلي عيلتي المضيفة لها فاميلي ميلا هات ميح هرسليح اوفجنومن استقبلتني هرسليح بود بترحيب اوفجنومن التصويف تابت من اوفني من يستقبل خدناها في درس 6 زي كومات زيش زرورند اميح بتعتني بي زيش كومات امي اعتني بي زرورند بحنان بحنية مولارس ألا مولار كل أفراد مولار إيركلير غير ألس بيشرحولي كل شي واس إيش نيش فرشته اللي أنا مش فاهمه حانس ما ينجاست بحودر الأخ المضيف يعني إيه الأخ المضيف أخ الأسرة المضيفة يعني الأسرة اللي أنا قاعد عندها الراجل الأب يبقى اسمه الجاست فاتر بالنسبالي الأم تبقى الجاست موتر عندهم ابن يبقى الجاست بحودر عندهم ابنة تبقى الجاست شفستر الأخت المضيفة خدنا كلمة شبركينت نسم درستة معناها معارف لغوية جاينج اللي قابليها معناها ضئيل أو محدود أو قليل كان عنده صبر هانس على معارف لغوية القليلة هذه بميهنجن هذيل جود المقهودات werde ich nie vergessen أبدا مش حانساها am letzten Wochenende في الويك اند اللي فات سين هانس وانيش نحن منشن ميت اينم سر شنان زوج جفار أنا وانسا فرنا في الويك اند اللي فات إلى ميونيخ منشن بي قطار سريع جدن wir هابن ان اينا جويند هبارج ايبارناختت احنا بيتنا في بيت شباب ايبارناختت وربي مهم دورت هناك عيد على بيت الشباب هابن فيا شولر واند شتودانتن تلاميذ وطلبة اوز درجانسن فالت جيت خفل قابلنا تلاميذ وطلبة من كل العالم تلاميذ دول في المدرسة الطلبة في الجامعة فاست آلس تقريبا كل شيء فا هيرلش كان رائع ده ده هناك عيد على الجبل هابن فيا اوش نيبل شلاختي جيمخت عملنا معركة بكرة التلج معركة بكرة التلج دي اسم لعبة كور كور تلج ولعب وحد في بعض دي اسم لعبة ده سبا زي هلوستش دي كانت مضحكة جدا دي مانشن ام مونشن الناس في بيانيخ زين زير نت ونفخاني زراف جدا ودودين ابا زي شبخشن بايرش لكن بيتكلموا بايرش دي اللهجة بتاعت اهل بايان دس است اين دويتشا دياليكت دي اللهجة المانية است ابا فمش بالنسبالي زو شفيرش بس هي بالنسبالي صعبة جدا اش بلايب هير نخ لسه انا قاعد هنا اين وخ اسبوع نخ معنا مدة لسه جاية شن بالفعل مدة عدة نخ مدة لسه جاية لسه قاعد هنا اسبوع وبعد كده هعود الى المنزل اش فميس اي اي ميس يو مفتقدكم في لجرس تحياتي الكثيرة ايا مصطفى نشوف اول سؤال انفين شخيبت مصطفى ديم خيف لمين مصطفى كاتب الجواب يعني بنسأل عن اسم المرسل اللي انفين يعني المين نرجع او كاتب لمين بالزبط كده تمام يبقى هينقول انفين لمين انزين فاميليا لعيلته انزين فاميليا طبعا ما السؤال بانفين يبقى لما اجابه اقول ان فلان انزين فاميليا طبعا انت لو مش عارف زين ايه علته ادات الملكية بتاعته مفروض طبعا لازم نبقى عارفينها ممكن تكتبها ان مصطفى لعيلة مصطفى حط اس الملكية في مصطفى واس الملكية بتوضع بدون في اللغة الالمانية فخاجة نمى 2 ده بدق بالverb انشايدنس فخاجة ايه انجابه اما بيا ايه اما بناين هات فاميليا مولر كيندا هل عيلة مولر عندها اطفال عايزين نقول يا ايا ايا اناين بالزبط كده طبعا هانتبقى يا لانه لما قالك هانس ماين جاست بخودر الاخ المضيف يعني ده ابنهم يعني ما كان هم عندهم اطفال مش ما عندهمش اطفال فخاجة نمى 3 في اي شهر مصطفى وصل مصطفى وصل في خانكفورت في اي شهر طب دي نعرفها ازاي خبالك يعني عايز اسم الشهر مصطفى كاتب الجواب بتاريخ 7-8 وبيقول انا بقى لي 14 يوم بالفعل في فرانكفورت يبقى معنى كده ان هو وصل فرانكفورت في اخر اسبوع في شهر 7 وقضى اسبوع في 7 ثم اسبوع في 8 بقى له اسبوعين 14 يوم يبقى معنى كده هو وصل في اي شهر وصل في شهر 7 اللي هو اسمه اي في شهر يوليا سؤال مركب سؤال صعب شوية في فكرة عشان الناس تبدأ تشغل دماغ في ميت في ميت بنسأل عميت اللي هو راغر عقل بواسطة اي مصطفى سافر الى ميونخ بواسطة اي راح الى ميونخ باي دي جملة سهلة جملة دي متعين مزهر شتنين بقطار سريع جدا ولقلت مي دي متسوج على طول برضه تبقى صح فخاج نمع 5 فين مصطفى قابل التلاميذ والطلبة لو رجعنا ليه التكست هلاقي ان هو بيقول ان احنا بيتنا بيتنا بالشباب دورت هناك قابلنا التلاميذ والطلبة ففي بعض الطلبة لما نيجي نقولهم هو قابل فين التلاميذ والطلبة ده بتاع القص واللز اللي بيقص من القطع وبيلزق في الإجابة هيقولك ايه فين قابل التلاميذ يقولي ده او دورت هناك هناك دي فين هناك دي إجابة ما هو نائل مش فاهم الطالب اللي فاهم فاهم انه دورت دي عيدة على بيت الايه الشباب يبقى لما نيجي نقول لحضرتك هو مصطفى فين قابل التلاميذ والطلبة هتقول لنا بالزبط كده بص قدي الإجابة ناس ده حياتك في بيت شباب هناك عيد على بيت الشباب فحاج نوما زيكس يا ناين فاهم هت مصطفى شنيبل شلخت إيم أوليمبيا بارك جيش بيت هل مصطفى لعب لشنيبل شلخت دي إيم أوليمبيا بارك في الحديقة الأولمبية طبعا الناس اللي بتحلي من غير ما ترجع للقطع وتتأكد من الإجابة أول ما هشوفي السؤال هيقولي آه ولعبش نبقى لشلخت صح بس لعبها فين ارجع للقطع وقالك لعبناها على الجبل هنا بقولك لعبها إيم أوليمبيا بارك في الحديقة الأولمبية وبنانة عليها تبقى ناين عشان كابقولك لازم ترجع للقطع القطع ما بتجدبش السؤال رقم تمانية فحاج نوما أخت ما هي بيرش البيرش موجودة إجابة نصا في التكست لهجة ألمانية هل يمكث مصطفى 21 يوم في ألمانيا هل مصطفى قاعد في ألمانيا 21 يوم بص اسم لو كان الجملة دي قالك شن بالفعل بقال 21 يوم كن أنا ناين إنه بالفعل بقال 14 لو كان قال بلايبت مصطفى نوخ لسه قاعد 21 يوم في ألمانيا كانت تبقى غلط لإنه لسه قاعد أسبوع طالما الجملة اللي فيها شن بالفعل ولا فيها نوخ لسه يبقى إحنا عايزين المدة كاملة اللي راح واللي جاي اللي قاعده اللي لسه هيعودهم هو قاعد 21 يوم في ألمانيا هتبقى الإجابة طبعا هتبقى يا 14 يوم واسبوع يبقوا 3 أسابيع 21 يوم ده كان نموذج أول ليه التكست تعالوا نشوف القطعة التانية برضو جاب لكم القطعة التانية على شكل خطاب لإنه عندنا يعني طاقعات جمدة جدا إن القطعة تيجي السندة على شكل خطاب مش هتفرق معنا لو قطعة جات على شكل خطاب زي ما قلنا هنبص أول حاجة تحت مين اللي كاتب رانيا رانيا هي اللي كاتبت الجواب وفونت رانيا فين ساكنة رانيا إن كايرو فان هت رانيا دم بريف جي شخي بن كاتب الجواب إمتا أم ناين سنتن دمت سنتن سفاية هاوزان دخايت سين يوم تسعتاشر عشرة الفين وطلاتاشر أن فين هت زي دم بريف جي شريب إن كاتبت الجواب لي مين أدي اسم مرسل إليه بيتخا بيترا ده اسم مرسل إليه تقولها ليه ببيترا عزيستي بيترا كيف حالك إزايك يريد تكوني بخير هي هون عايدة على كايرو بدأت الحال يومية مرة أخرى وهذه تعني مذاكرة مذاكرة ولا شيء غير المذاكرة كمان أكتر ليه شمعنا السنة دي بتذكر أكتر لأن أنا بعمل السنوية العامة يعني البنت فيه سنوية عامة إش هاب دير أرسلت أنا حاجتلك لما كنت عندك السنة اللي فاتت في برلين حاجتلك إيه بقى يجب على المرء إن هو يذاكر كتير من أجل السنوية العامة ميني ألترن والدية تخيمن دافون بيحلمو تخيمن فون يعني يحلم بي بيحلمو بذالك داس إيش مدزين شتديرن كونت إن أعضر إدرس طب تماني مين فاتر هات إيش مياة بابايا عاندو عيادة ومينت يارا داس إيش ميت إيش ميت إيش ميت إيش ميت إيش بسولة جدن ببساطة جدن عربيتن كونت أعضر إشتغن معابي من تالبساطة أتمنى بعد كده أن أشتغل في مؤسسة كيميائية في ألمانيا أب لين يعني يرفض والدي يرفضوا هذا تماما مش عايزين دا أبدا أهليكم بيصيبو لكم بيتركو لكم حرية كتير تقدروا تقريبا تقرروا كل حاجة لوحدكم البنات عندكم لها نفس الحوق زي الولاد دي جلائحة نفس الحوق في دي جونجي أما هنا هابيش دس جفويل عند الشعور والإيش أي ماتشم بين لإني فتاة دارف إيش ألين إن دويتشلن نيشت ليبن مش مسموح لعيش في ألمانيا الوحدي أما مين برودر إخواتي كنتن دس جانس أينفخ تون تون يعني يفعل بمنطق البساطة إخواتي الصبياني يقدروا لدي يعملوا دا إيش فيس نيشت فاس إيش تونزول مش عارفة إيلي ينبغي إن أنا أعملوا والدي أعايزين حاجة وأنا عايزة حاجة تانية إيش بيت ديش أم خاتش ليجي بيت إن أم يطلب بطلب منك خاتش ليجي النصايح فيلك روسي تحياتي أنديني ألتن لوالديكي أنديني إش فيستا كاغن ولغتك كاغن ديني رانيا أول سؤال امتى رانيا كتبت الجواب بنساء عن التاريخ قد التاريخ أهد 19 ولكن قبل التاريخ لازم نحط أم بزبط كده أم ناين سنتن ديمت سنتن سبع تاوزن خايتسين أدي التاريخ التاريخ بيجي قبلها أم فغروم ليرنت رانيا يتتفيل لرانيا دلوقتي بتذاكر كتير لو رجعنا للقطع أي قالت ليه بيذاكر كتير أم بصر لها في السطر الثالث قالت لي إن أنا بعمل سنوية عامة يبعزين الإجابة على طول هي قالت كده هي قالت لي إن أنا بعمل امتحان سنوية عامة لما أنا جا جاوب بقى يبقى تكر خب بالك أنا مش هنقصه ونلزأ هي بيطول أنا ينبغي علي أو أنا بعمل دلوقتي السنوية العامة لما جا جاوب مقولش أنا أقول إيه هي لازم أغير الضمير رانيا يعني هي وهي يعني زي دس أبيتور مخت وهنصرف الفرب مع زي هي فيبقى مخت رانيا بتهتم جدا بإيه تعالي نرجع للقطع هي قالت إيه في القطعة أتمنى أن ندرس كيمية حيوية أنا باهتم كثيرا بذلك بذلك عيدة على الكيمية لما تلاقي في القطع أي ضا مع أي حرف جر احب di بالك دا ومع حرف جر دي عيدة على إسم غير عاقل من الجملة اللي قبلها عيدة على إسم غير عاقل من الجملة اللي قبلها أنا عايز أدرس كيمية حيوية باهتم كثيرا دا فيور بذلك بذلك دي عيدة على الكيمية الحيوية وبون أنا علي السؤال بيقوله فيور انترسيت زيش خانيا زير رانيا بتهتم بإيه هنقول له فيور بايا خيمي بالكيمية الحيوية السؤال اللي جاي نعين في خاجة هالوالد رانيا طبيب طبعا يا لأنه هو عنده عيادة وقالت بيتماني أشتغل معاه فين سكنة بيترا في ألمانيا هتبقى برلين عرفناها منين لأنها لما رجعت قالت لها لما رجعت قالت لها إيه قالت لها لما كنت عندك بص كان في القطعة أنا حكيت لك إيش هاب دي ارتسيلت سطر الرابع أنا حكيت لك لما كنت عندك السنة اللي فات في برلين يبقى معنا كده فين سكنة بيترا بيترا هتبقى سكنة إن برلين مهمة كلمة طفل وحيد هال بيترا طفلة وحيدة بصيلي كده على آخر جه آخر حاجة خالص في القطعة ولغة الكارن يبقى معنا كده هال بيترا طفلة وحيدة بالتأكيد هتبقى ناين شوف سألت حاجة على آخر كلمة في القطعة لأن أحيانا بعض الطلبة لما يجي يقرأ القطعة بيجي على آخر ساعة تحياتي بقى خلاص التحيات يعني معروفة إنها بتحييها فروح تانا جايب على آخر كلمة سؤال عشان أعلم حضرتك اقرأ القطعة كويس لغة آخر كلمة دي سنوية عامة ده مستقبل اقرأ وركز هل هي طفلة وحيدة؟ تبقى ناين البنات في مصر عندهم حرية أكتر من اللي في ألمانيا أكيد طبعا منزيشها هات ناين لأ والد رانيا والدتها عندهم كم طفلة لا مش اتنين هي بتقوب يفضل إخواتي لولاد لتنين طب وهي التالتة بتاعتهم أنا بسأل ما بقولكش كم أخ وأختها عند رانيا عشان تقولي اتنين أنا بقول كم عدد الأطفال اللي في الأسرة يبقى رانيا وإخواتها لتنين يبقوا تلاتة لو كان السؤال في فيلي جيش في ستار كم عدد إخوات رانيا قد تقولي اتنين دي لات تفخاج السؤال الأخير ليه رانيا مش مسموح لها إنها تعيش لوحدها في ألمانيا هي قالت طب هي بتقول إيش أنا لما جاء بقول إيه زي هي لأنها بتكون فتاة كده بتكون غطينا إلى حد ما كتير من الثروة اللي موجودة معانا من خلال القطعتين وشفنا بعض الأفكار في القطعة زي ما قلنا لكم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله قطعة الفهم في الألماني بتبقى بسيطة بس عليها 8 درجات يعني عليه 20% من درجة الامتحان تستاهل إن احنا نقرأ مرة واثنين وثلاثة خمس الامتحان هو سؤال القطعة نتنقل لسؤال تاني سؤال المواقف اليومية نجمعين لحضراتكم مجموعة مهمة جدا 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 من المواقف وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله يبقى كتير جدا من المواقف اللي في الامتحان من المجموعة بتاعتنا دي أولوح هاني رس سؤال حقيقة هتقول إيه في هذه المواقف هاني دنكت بيعتقد 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 الأباء بيعطوا دايما أحسن النصايح أفضل النصايح ونزي شتمن سو شتمن فرب مهم معناه يؤيد حالك بتؤيد الكلام ده هتقول إيه داس فند إيك أوخ أنا أجد هذا أيضا في لاشت خبنزي بسايت احتمال عندك وقت داس جيت نيشت ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش طبعا هتبقى داس فند إيك أوخ أنا بجد هذا أيضا اللي بعديها مونا ماينت ترى هي شايفة رأيها أنا بتطبخ كويس انت ليك رأي تاني خالص عك هي بتعوك بكلها وحش انت ليك رأي تاني هتقول لها داس فند إيشتاير أنا بجد دغالي هي موشتن اسم حيك عايز تاكلي داس جلاو بيش نيشت أنا لا أعتقد هذا طبعا طبعا ليك رأي مختلف يبقى داس جلاو بيش نيشت أنا لا أعتقد هذا نمعة تغالي بتسأل صديقك عن رأيه يبقى دي فيلم متعاد الإمام بتسأل صعبك عن رأيه في الأفلام بتاع دعاد الإمام وانتنساش احنا قلنا مع الممثلين بنستخدم ميت ميت عاد الإمام بتسأل رأيه تقوله في فيندن زي دي فيلم متعاد الإمام في فيندن زي دي فيلم متعاد الإمام كين زي جام متعاد الإمام إن سكينو أكيد طبعا للسؤال عن الرأي كلنا عارفين للسؤال عن الرأي هنقول في فيندن زي دي فيلم متعاد الإمام شخص ما بيعتقد رأيه إن كل حاجة في ألمانيا ممتازة هترد على تقوله إيه في كل مكان الألماني دايما يبعث على السرور أنا فهمت زمن واحد شاف إن كل حاجة في ألمانيا كويسة تقوله لأ دا كل مكان كل مكان فيه الجيد والسيد يعني متى بيسأل عن المعاد هنتقابل إمتى هتقوله الأفضل في النادي الجمعة دا أحسن حاجة فكرة جيدة وبيقولك إمتى يبقى تقوله الجمعة فخيتاج إست آم بيست أكيد إلا عندو كريسماس هتقوله صديق حضرتك عنده بكرة متحان اللي عنده بكرة متحان هتقوله إيه جوت سفارت في الارفولغ اللي عنده متحان أكيد بنقوله في الارفولغ زي ما احنا بنتمنى لك كلكم في الارفولغ بالنجاح والتوفيق والنجاح البير إن شاء الله حيك عندك مشاكل مع والديك هتقول إيش هاب فخاي أنا فاضي إيش بين زور أنا غضبان إيش بين جوجلون حالتي المزاجات كويس اللي عنده مشاكل أكيد بيقول إيش بين زور أنا غضبان عشان عندي مشاكل حيك مش مسموح لك تروح إلى السينما مش مسموح لك أنا جاعان قوي عندي بوع كبير إيش بين أونسوفخيدي أنا غير راضي مش مبسوط مداي غير راضي أكيد لما مش مسموح لك إنت نفسك تروح ومش مسموح لك هتقول إيش بين أونسوفخيدي أنا غير راضي يمند فرقت شخصهم ما بيسأل فاروم هابن زي بروبليمي متئيرن آل طب يسألك بقى ليه عندك مشاكل مع والديك هتقول زي زين شتالس آف مي شتالس آف يعني فخور بي هم فخورين بي هم تركين لي حرية كتير ودي حاجة تخليني عندي مشاكل طبعا عندك مشاكل ليه مع والديك أكيد أكيد إنك ركب دماغك وإيش هور نيشت آف إيه راضي مش مستمع إلى نصائح نمع ألف بتسأل صديق بتسأل صاحبك عن ووظفته الحلم اللي بيحلم بيها هتقوله إيه النهاردة إيه أين تعمل حضرتك ماذا ترغب تودى أن تصبح التخاوم بيروف المهنة الحلم اللي بيروف سفونش المهنة الأمنية بنسأل عنهم بالضبط السؤال ده ماذا ترغب تودى أن تصبح سفلف زي أويسر فيلبي مهم أويسر يبدي يعبر عن بتعبر عن بتبدي إيه رنفونش رغبتك أمنيتك بتعبر عن أمنيتك هتقول عميتي عندها فيلا على البحر أتمنى أمتلك شقة كبيرة أنا عملت رحلة حول العالم طالما بتبدي أمنيتك بتعبر عن أمنيتك بنستخدم أفعال التمني تمام برافو الله ينور عليكم صديق حضرتك صاحبك عنده عيد ميلاد اللي عنده عيد ميلاد هتقوله إيه تمنياتي قلبية تمنياتي بالنجاح البير عندك عيد ميلاد إمتى هو قريدي عنده عيد ميلاد خلص أنت عارف أو عنده عيد ميلاد هتقوله تمنياتي قلبية تتقال دايما دايما في أي حدث أو مناسبة سعيدة صديق حيك بيقولك على أك شا هي طيب ترد عليه وتقوله إيه صباح الخير شكرا لك هذا نفس الشيء ليك دي مهمة قوي 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 شكرا نفس الشيء ليك أي حد بيتمنى لحاجة أنا بيتمنى له نفس الحاجة أقوله نفس الشيء ليك لك هذا زيف حاجة ناخداء بتسأل عن الساعة هستعى في التوقيت الساعة كام هتقول إيه كم عدد الساعة اللي عندك كم الساعة الآن كافستو أين أور هل تشتري ساعة السؤال عن الساعة من الأسألة المهمة خدنا سؤالين شخص ما بيدخن في الأوتوبيس فاس زي تقوله إيه جيب مير عند سجارتي ده ممنوع أكيد طبعا بيدخن جوه أوتوبيس تدخين في الأوتوبيسات أكيد فير بوتن ممنوع زيف حاجة ناخداء من رايزة سيل بتسأل عن وجهة الرحلة رايح لفين الوجهة الوجهة بتاستريشن بتاعك هتسأل أتقول إيه بص على ثلاث اختيارات طبعا بتسأل عن رايزة سيل تبقى زي كامن شبيت جاء الحصة متأخر هتقول إيه بص على ثلاث اختيارات زي بيت زورني معذرة هيا الساعة كام عامل نفسك إن انت مش يخب بالك إيش كامي إيما ريش بيت أنا باجي دايما متأخر يعني أكيد طبعا اللي جاي متأخر هنقول يعني معذرة خب بالك من الموقف اللي جايتك كويس حد بيسألك عالموظيف بباق كمل بقى بقية الموقف هو هيقول إيه إحنا متعودين تسعة وتسعين في المئة من الموقف إن بيجي ييجي في آخر الموقف يقول لك حقيقة هتقول إيه هنا غيرتها قلت لك هو اللي هيقول إيه مش حضرتك اللي هترده وتقول إيه حد بيسألك عالموظيفة والدك مش أنت تقوله هو هيسأل يقولك إيه هو هيقولك إيه وطالما هو هيقول إيه يبعزين السؤال هو اللي بيسأل فأكيد هتبقى لو كان نفس الموقف حد بيسألك عالموظيفة والدك قلت لك حضرتك هتقول إيه كنت هتختار أرض طبيب لكن هو اللي هيقول إيه يبقى يسأل السؤال حقيقة في مدجر محل حضرتك هتقول إيه قادر أساعدك قلنا لما بنطلب حاجة بنطلب بأدب بنستخدم أفعال التمني أكيد في الكاوف هاوس هنقول إش هت جارن أين ياكة بيت 21 سي زينت إن أينم كاوف هاوس إنت في محل خد بالك بقى واس زاكت دير فرقايفر البايع هيقولك إيه اقرأ لغاية الآخر متحق سنوية عامة إنه فوق قلت لك حقيقة هتقول إيه هنا بقولك البايع هيقولك إيه البايع طبعا هيقولك كان إيش إينا هلفن كان إيهل بيوم الأسئلة المهمة كان إيش إينا هلفن يا فخوين 20 يا فخوين لت زي تم أسن صديق بيعزمك على الأكل زي لينن هفليش أب أب ليني يعني يرفض در فعله منفصل حاجة بترفض هفليش بأدب هتقول إيه شكرا جزيلا ولكن للأسف أنا ما عندي إيش وقت أكيد بعتذر بأدب هقوله هتقول إيه إيش بينداجيجن أنا ضد ذلك بعرض رأيي هقول إيه إيش بينداجيجن أنا ضد ذلك إيش بيندفير أنا مع ذلك لو بأيد رأي إيش بينداجيجن أنا ضد ذلك زي بيزوخن أينغ خانكنفرين حاجة بتزوره صديق مريض العيانة هتقوله جوت بيسارون مش جوت رايز أكيد ولا جوتن أبيتيت زي مواشتن إنسكينوجين عايز تروح السينما إيش بينداجيجن يعني الإذن السماح بتطلب من والدك الإذن السماح بتستأذنه هتقوله جيب مير جلد الديني فلوس ما ده مش إذن دارف إيش إنسكينوجين طبعا تسمح لأروح إلى السينما ولا إيش جي إنسكينو أنا رايح السينما تشوي السلام يعني أنا بس بعرفك أكيد طبعا هتبقى دارف إيش إنسكينوجين المجموعة التانية من المواقف اللي هي العكس فان زاجنزيداس متى تقول هذا المواقف هيجينا تمن مواقف بتمن درجات الأربع مواقف الأولين زي ما أخدنا المجموعة اللي فاتت 25 مواقف اللي فاتوا إن بنشرح حياك الموقف وبنقولك في الموقف ده حضرتك بتقول إيه طب النوع التاني من الأسئلة بنجيب اللي حاجة بتقوله وبنقولك الكلام ده حاجة بتقوله بتقوله فاني موقف يعني عكسناها لكن في الآخر اللي اتنين حاجة واحدة إمتى حاجة تقول يا جوتي إيدي أيوة فكرة كويسة يمن دي زاكت إدفاس حد بيقول حاجة وحاجة تعالي بألماني انت ليك رأي آخر يعني تؤيد تماما أكيد طالما بقوله جوتي إيدي أيوة إنها فكرة جيدة يبقى معنا كده إن أنا بأيد تماما زي شتيمن جانس تسو شتيمت مظبوط دا هابن فير يا فراي دا هابن فير يعني في الوقت ده إحنا بنبقى فاضين حد بيسألك وط خيفين فير أنس إحنا هنتقابل فين وبقوله دا في الوقت ده هنبقى فاضين وشتيمت بتسوي ياه يعني شتيمت مظبوط كده كأنك بقولك أيوة بأكد على كلامك دا سؤال بالفرب نتقابل أفضل يوم الجمعة فقلتلي شتيمت مظبوط الجمعة دا بنبقى فاضين فيه في الوقت ده عندنا وقت تبقى الأخيرة هل نتقابل يوم الجمعة شتيمت مظبوط إحنا بنبقى فاضين تعال حضرتك إلينا إلى البيت تعالي إلى البيت تعالي إلينا إلى المنزل يبقى حدي بيسألك امتى تخيفين فير أنس هنتقابل فين ولا تخيفين فير أنس ولا ليه هنتقابل طبعا بقوله تعالي إلى البيت يبقى أولا كان بيسأل عن المكان و تخيفين فير أنس نمرة فيا كيف يكون الفيلم كيف يكون الفيلم الجديد يبقى حياتك بتسأل صديق عن زينم هو بي هويته زينم فونش رغبته زينم مينونج رأيه طبعا ما سألنا فيا كيف يكون الفيلم يبقى بنسأل عن المينونج الرأي ممثل رائع شاوش بيلر ممثل حد بيسألك زينزي فيلم متأحمد حلمي هل بتحب تشوف أفلام أحمد حلمي ما لو السأل بالفيرب كنت أقوله يا أو ناين هنا ما فيش في الإجابة يا أو ناين في فيندن زي أحمد حلمي كيف تجد حضرتك أحمد حلم إيه رأيك في أحمد حلمي فهير كومت أحمد حلمي من أين هيأتي أحمد حلمي أنا بقول رأيي في أحمد حلمي إنه فعلا ممثل رائع بحد بيسألني في فيندن زي أحمد حلمي رأيك فيه أحمد حلمي البرنس طبعاً أعتقد أن يوسف شاهين كان مخرج كويس جدا ريجسور يعني مخرج إمتى تقول كده؟ زي أيساً بتعبر عن رأيك إبع يوسف شاهين ولا زي كان يوسف شاهين نشت جوت ما تعرفش يوسف شاهين كويس ولا صاحبك كانت يوسف شاهين زير جوت صاحبك بيعرف يوسف شاهين كويس أنا بقول أعتقد أن يوسف شاهين يعني كان مخرج كويس جدا يبقى أكيد أنا بعبر عن رأيك يوبا يوسف شاهين القولناه اللي عجب حدق في مصر بصفة خاصة زي فراج النخ حيك كده بتسأل عن المميزات اللي في مصر العيوب اللي في مصر ولا الاشتخاص في الكر المرور اللي في مصر حيك هنا بتسأل عن الميزات اللي في مصر أخت إمتى تقول حضرتك ده أجمل وقت في حياتي حد بيسألك عندك وقت إمتى بتعمل في وقت الفراغ كيف كان الوقت في إسكندرية أنا بقول ده كان أجمل وقت في حياتي يبقى أكيد حد بيسألني عن الوقت في إسكندرية كافة كان الوقت في أليكساندري ناين في أفخاين أنس أو في إيرن بيزوخ إحنا سعداء بزيارة حضرتك فرحانين بزيارة حضرتك يبقى إمتى تقولها أكيد فرحانين بزيارتك معنا أن في صديق بزيارة حضرتك إمتى تقولها صديق صاحبك عنده عيد ميلاد إمتى تقولها من المأمول يتم يتحقق هذا صديق عايز سفر إلى برلين صديق هات برلين أين مال بيزوخت زار برلين مرة صديق بيكون دلوقتي بالفعل في برلين بالفعل في برلين مش هقوله من المأمول يتحقق يتحقق يبقى يعني كده أنه هو لسه عايز يزور برلين يبقى إيه فرين موشت جرن ناخ برلين فلين ثوالف أنا مش هنسى ده أبدا زي موشت الناخ أليكساندريا فارن عايز سفر إسكندريا الفضولة أنا مش هنسى ده أبدا في البراخت يعني قضيت وقت جميل في إسكندريا زي فندن أليكساندريا نيسو جود بتجد إسكندريا مش كويس أنا عمري ما هنسى ده أبدا معنى أنه خلاص مدة أنا قضيتها في إسكندريا وعمري ما هنساها تبقى اللي جابها اللي في النص زي ها بن شوند سايت متى تقول حالة المزاجية كويسة حيك سعيد وتسوي كلمة فخوه برضو يعني سعيد امتى تقول اكيد لما يكون سعيد امتى تقول انا غطبان زي جيين رايح النهاردة السينما زي دورفن نيشت مش مسموح لك تروح تخرج اوزجين يخرج زي فولن امقابن فرنزين عايز تفرج عالتلفزيون امقابن في المساء امتى تقول اش بين زور انا غطبان اكيد لعب اغطبان لما ما يتسمحلوش انه هو يخرج فمفتسين اش فين دماتش خاكلي انا بجد الرياضيات مرعبة امتى تقول انا بجد الرياضيات مرعبة زي هاب الماتة نيشت جرن ما بتحبش الماتة زي هاب الماتة نيشت جرن لا تفضلها ما تستئر ليب لينكس فخ الرياضيات مادتك المفضلة ولا زي موش تماتة شتوديغن تريد انك تدرس الرياضيات بتجد الرياضيات مرعبة ده معناها ما بتحبهاش نيشت جرن لا تفضلها ستوت مي لايت يؤسفني امتى تقول ستوت مي لايت اي افخاين استتصف غين صاحبك راضي مبسوط تمام كله تمام اي افخاين براخت كاين هيلف صديقك لاي يحتاج لمساعدة ولا اي افخايند هاب حو بليم صاحبك عنده مشاكل امتى تقول استوت مي لايت يؤسفني هذا اكيد لو صاحبك عنده مشاكل زي بتسين في لايشت احتمال هابن زي خاشت احتمال يبقى عندك حق ابر ولكن امتى قول احتمال عندك حق ولكن امتى بتتقال زي شتي من تايل فيز تسو سو شتي من يعني يؤيد تايل فيز بشكل جزئي بتقيد يعني نص نص لا بتايل تماما ولا معطرد تماما زي شتي من جانس تسو بتايل تماما زي زند الجانس اندر مانونج ليك رأي اخر تماما احتمال عندك حق معنانا بايل بشكل جزئي مهمة اوي تايل فيز بشكل جزئي لا مؤيد تماما ولا معطرد تماما اخت سين اي خيل في دي اجان انا اساعدك اوي بكل سرور صديق براو اخت هيلف صديق محتاج لمساعدة اي افخايند هاك كاين بخوبليم ما عندوش مشكلة اي افخايند مقت اي رايزي صديقك بيعمل رحلة امتا تقوله انا هساعدك اكيد لو عندو مشكل او محتاج مساعدة اي افخايند براوخت هيلفة صديقك يحتاج مساعدة اس هات جو جشمكت الاكل كان طعمه كويس امتا تقولها الاكل كان كويس زي مشتن اسن عايز تاكل زي هابن كاين هونجر انت مش جاين اكيد امتا تقول حضرتك اي نشولة اونه بروفungen مادرسة بدون امتا حانات دس ويارش شون Дي تبقى حاجة جميلة امتا تقولها زي هابن دي بروفونجن جرن بتفضل امتا حانات زي هتن جرن كاين بروفونجن این در شول متحيبشي ما عندك امتا حانات في المادرسة هتن جرن �ين wrestler امتا تقولها زي فندي دي بروفونجن بidade امتا حاجة جميلة كدن اكيد تتمى ازễرADE انتا حاندك امتا حانات في المادرسة فاتقول مدرسة بدون امتحانات دي تبقى حاجة جميلة اين سوانسيش اشماش تجارن اردست فردن ارغب اود ان اصبح طبيب يبقى حد بيسألك عن البروف سفونش المهنة الامنية هوبي الهواية اردسترمين معايد الدكتور امتى هتقولها حد بيسأل عن البروف سفونش المهنة الامنية عشان بتقول انا نفسي يكون طبيب امتى تقول افنهيتس انها لشاهدات الحرارة امتى بنقولها جو معتدل جو حار جدا جو بارد اكيد افنهيتس ده مصطلح مهم معناه انها لشاهدات الحرارة تتقال من ايست سو هايس لما يكون الجو حار جدا سفايش تونن ساعتين انا بعمر عن مدة زمنية ساعتين مدة زمنية حد بيسألك مدة الفيلم حداك بتسأل عن مدة الفيلم ولا يمن شخص ما حد بيسأل عن بداية الفيلم انت مش بيسأل ان انا ما بتقولش الفيلم هيبدأ امتى انت بتحكي عن مدة الفيلم الفيلم ساعتين يبقى معناه ان حد بيسألك عن دور ديس فيلمس هي هتبقى الاجابة الاولى مش الاجابة التانية هي معمولة هنا انشال لي جونج اعذروني معمولة غلط هتبقى جاولة حد بيسألك عن مدة الفيلم فانت هتجاوب تقوله سفاي شتونن يعني ساعتين فيونزوانسيج زي شتيت زي شتيت دير جوت لايق عليك زي شتيت دير جوت صديق تخيكت اي نايم بليزر لابس بليزر جديد صديق تركت اي نايس همت لابس اميس جديد يا فخين تخيكت يرتادي اي نايه هوز بانطلون جيد فكرون نفع شوية هي شتيت دير جوت وهي الفرق من الثلاثة بليزر اداته دير يبقى لما نعاول عنه نعاول عنه بإير همت اداته دس نعاول عنه بإيس هوز البانطلون اداته دي يبقى لما نعاول نعاول بزي طب اللي جاء في الجملة زي شتيت دير جوت زي شتيت دير جوت طالما زي يبقى بنتكلم عن البانطلون بالزبط جات يبقى صديق يرتادي بانطلون جديد دي اخر واحدة في المواقف امتها تقول يعني يبقى ارفع لي إبهامك يعني اتمنى لي التوفيق اعمل لي كده ارفع لي إبهامك اتمنى لي التوفيق امتى تقولي اتمنى لي التوفيق صديق هات اين بريفونج بشتندن نجح في الامتحام صديق هات اين بريفونج عنده امتحام ولا الزي هاب اين بريفونج حضرتك اللي عندك الامتحام هتبقى امتى تقولي ارفع لي إبهامك اتمنى لي التوفيق الاخيرة زي هاب اين بريفونج حضرتك عندك امتحام دي كانت مجموعة مهمة جدا افتكروا كلامي مجموعة مهمة جدا جدا من المواقف سؤال مواقف عليه 8 درجات يعني 20% من الامتحان يبقى احنا كده غطينا لحضراتكم لغاية دلوقتي 40% من الامتحان 8 درجات قطعة وتمان درجات مواقف تعالوا نتنقل على سؤال تاني وهو سؤال الديالوج مبدأين حياتك لو لقيت في الإجابة يا أو نين أو ضخ معناه أن السؤال لازم يبدأ بالفرب مفيش لا يا ولا نين ولا ضخ يبقى السؤال هيبدأ بأداة الاستفاهم نبدأ أول حاجة لو الإجابة بيا يا بتسوي كلمة ناتورلي ناتورليش يعني بتطبع كمان تسوي كلمة جرن قوي قوي بكل سرور تسوي كلمة لار واضح طبعا تسوي كلمة اوكي تسوي الزيشار بالتأكيد بشتيمت برضو يعني بالتأكيد الحاجات دي كلها بتسوي يا حياتك لو لقيت الإجابة بيا يبقى عايزين سؤال يبدأ بالفعل ويكون مسبت يبدأ بالفعل ويكون مسبت حط الفعل رقم واحد والفعل رقم اتنين وانقل بقيت الجملة زي ما هي أسهل حاجة في الديالوج نتجي لك إجابة بيا حط الفعل رقم واحد الفعل رقم اتنين ثم بقيت الجملة ثم عاش بين يا إيش دارف ألاين فارن أيوة أنا مسموح لي أسافر لوحد بما إن الإجابة بيا هنرفع السؤال يبدأ بالفرب ويكون مسبت حط الفعل رقم واحد تصرف مع الفعل ثم هنقل بقيت الجملة وعشان كده الإجابة هتطلع دارف ستو ألاين فارن مسموح لك تسافر لوحدك دارف ستو ألاين فارن الجملة اللي بعديها بالطبع طبعا أنا عزمت أيضا وائل وديرك بتسويها حط الفعل رقم واحد ثم الفعل وبقيت الجملة سؤال بالفعل مسبت هل عزمت أيضا وائل وديرك ده لو الإجابة بياه طب لو الإجابة بدخ يبقى عايزين سؤال يبدأ بالفعل والسؤال يكون منفي أول ما تلاقي دخ حط الفعل لرقم واحد فعل رقم اتنين ولازم حاجة تنفي بقيت الجملة السؤال يبدأ بالفعل ولازم السؤال يكون منفي ثم بعش بين دخ إيش ها بأين بحودر دخ إيش ها بأين بحودر دخ سؤال بالفعل ومنفي وبناء نعليها تبقى هستو كاين بحودر ما عندكش أخ قال لي دخ بلا أنا عندي أخ طب لو الإجابة بنين ما تستعجلش حضرتك نين بتشوفها عاك مرتين مرة نين بيبقى وراك جملة منفية ومرة نين وراك جملة مسبتة لو نين وراك جملة منفية ابدأ بالفعل واسيب المعلومة زي ما هي تاني المسأل بتاعنا بيقول لو نين وراك جملة منفية سيب له المعلومة زي ما هي يطلع السؤال مثبت أو منفي مش مهم لتنين صح أهم حاجة إنه ما غيرش الكلام اسيب المعلومة زي ما هي حط الفعل والفاعل واسيب المعلومة زي ما هي ثم بعش بين نين صارة كومت هايت نيخت لأ صارة مش جاي النهار قدي نين وراك جملة منفية فهنقلي gaat او الاتنين الاتنين صح اهم حاجة ان انا مغيرتش في الجملة مقدلتش كلمة بتكلمة تانية المعلومة زي ما هي اما في حالة لو نين وراه جملة مث يبقى حط الفعل رقم واحد الفعل رقم اتنين ولازم اغير الكلام لازم اجيب معلومة غير المعلومة لو نين وراه الجملة مث ابدأ بفعل وهات معلومة غير المعلومة ثم ما شبين 9 لا معيلتي طبعا في انتحان اغسطس الفين واربعة لا معيلتي طبعا يبقى عايز سؤال يبدأ بالفرب وعايز اجيب معلومة غير المعلومة طب انا ما عنديش في الاجابة هنا اختراحها هادرتك اجيبها من عندي اجيب فاعل من عندي وانا اغير بقية المعلومة فمثلا اقول له هتسافر لوحدك قالي لا معيلتي طبعا يبقى شفنا الاجابة بيها بضخ في جزء مهم جدا ملحوظة مهم جدا عايز نأكد عليه حاجة في اجابة الديالوج لو لقيت جزء بعد علامة استفهام جزء بعد علامة استفهام يبقى حاجة هتاخد الجزء ده وحطه في السؤال ده بيبقى سلف من السؤال واللي بيقرره عشان يتأكد ان هو سمع صح فلو جالك في الاجابة جزء بعد علامة استفهام ده معناه ده جزء متكرر من السؤال خده زي ما هو وحطه في السؤال تبره مش موجود ده سلف واررجعه تاني على سبيل مثال A سأل سؤال فبيقال له في الاجازة ده بيزوخش ده انا في الوقت ده هزور عمي ده لفلاجابة بعدها علامة استفهام ده جزء من السؤال يعني لازم السؤال يحتوي على كلمة واعتبرها بقى مش موجودة واشتغل على الجملة انا هزور عمي فيمة اقول له هتزور مين في الاجازة ييمة اقول له هتعمل ايه في الاجازة هتعمل ايه في الاجازة او فاس هستو اندنفيرين فور ناوي على ايه في الاجازة فرهابين يعني ينوي السؤال ده قلتلكو عليه قبل جدا السؤال جوكر اي حد بيعمل اي حاجة اسأله اقول له هتعمل ايه فاس مخستو هاقض في البيت هزاكر هزور صاحبي هروح السريمة هروح النادي هلعب هاخدوش اي حد بيعمل اي حاجة اسأله اقول له فاس مخستدو هتعمل ايه او فاس هستو فور ناوي عليه سؤال جوكر مهم جد لازم بحافظينه هنا زودنا عليه كلمة اندنفيرين عشان جزء متكرر من السؤال اه هتعمل بعد السنوان العامة ده فارش انا هسافر الى المانيا يبقى ناخدم ابيتور ده جزء من السؤال هناخدر زي ما هو احطه في السؤال واشتغل على الجملة انا هسافر الى المانيا فممكن اقول له ناخدم ابيتور او اسأل السؤال الجوكر اللي انا عايز اصبته لحضراتكو فاس مخستو ناخدم ابيتور هتعمل بعد السنوية العامة او فاس هستو ناخدم ابيتور فور ناوي على ايه بعد السنوية العامة تعالوا نشوف كده بعض الديالوجات نتضرب على سؤال الديالوج هاني بيكلم نادر الديالوج يتحلز داي لازم اقرأ الديالوج كله الاول اشوفوا بيقول ايه اجابة اول جملة هلو نادر وسأل السؤال قالوا كويس قوي برضو بخير برضو كويس زا جمال قولي ورح سأل السؤال قالوا دا فارش ناخ دا انا في الوقت دا مسافر اسكندرية يبقى اللي بعدها عالم تستفهم دا جزء متكرم السؤال قالوا قالوا وانت كنت هناك مرة قالوا تلات مرات وانت ونقط قالوا لنعين ميت مائنا فاميلي لا مع علتي قد نانو وراك جملة وثبتة فقال له حاجة فرد قالوا شكرا قالوا حاجة اتمنى له حاجة فقالوا شكرا احنا كده عارنا الديالوج اول مرة هنعمل ايه بعد كده هتقلب الديالوج عربي حط الاجابة بالعربي ثم الخطوة التالتة بقى اللي بالكلام من العربي لديتش قالوا يا نادر ازيك كيف حالك عامل ايه قالوا والله بخير كويس الحمد لو انت قالوا برضو كويس قل لي انت هتعمل ايه في الويك اند في الاجازة قالوا في الاجازة ده انا رايح اسكندرية اه جميلة اسكندرية قالوا انت كنت هناك مرة قالوا يا عمي ثلاث مرات ونقط قالوا لا مع علتي بقى هتسافر لوحدك هتسافر مع اصحابك قالوا لا مع علتي قالوا طب رحلة سعيدة فردوا قالوا دانك شكرا كده حطلنا الاجابات بالعربي تعالوا نحاول الكلام ده من عربي لدويتش اول واحدة قلناها بالعربي كيف حالك ازيك عامل ايه قالوا كويس جدا وانت يبقى كيف حالك قالوا بخير وانت قالوا برضو قل لي وسأل السؤال قالوا في الاجازة ده انا رايح اسكندرية نسأل السؤال جوكر وجزء من الكرة هارده هتعمل ايه في الويك اند او انت نوع في الاجازة قالوا الاجازة هراح اسكندرية هو اسكندرية جميلة انت كنت هناك ايوه ثلاث مرات ونقاط قالوا لا معلتي هتسافر لوحدك سؤال بالفعل ومعلومة غير المعلوم جوت غايزة رحلة سعيدة او فرد وقال شكرا في ناس حلت دي دانكي غلط مانا ما قولكش شكرا الا اذا انت قلتلي حاجة استهل على الشكر فهنا بقوله رحلة سعيدة فرد وقال له دانكي شكرا الديالوج التاني في موضوع تاني رانيا بتكلم مروة طالها حل له مروة وسألت سؤال اتلاها اشماشت جرن اردستن ارغب اود ان اصبح طبيبة فسألتها سؤال قلت لها الداكاترة بيقدروا دايما يساعدوا الناس سألت السؤال قالت يا اول ما بتلاقي يا اسهل حاجة فعل وفعل وبقيت الجملة السؤال بالفعل مزبط يا سوق العمل بيحتاج نوخ لسا ارتست دا كاترة وانتي عايس بي تلاقي يعني محدد بروفس فونش معناها بالتأكيد ومعناها محدد هنا جايب معناها محدد ما عنديش مهنة امنية محددة تلاقي وليه كده اللي دا متواقف تماما على الدرجات اللي في سنوية عامة خلار طبعا واضح بس اللي ممكن تكون مهنتك المفضلة نفسك تبقي ايه قالت لها اي حاجة شون جميل ايش هال تدير دي دوم انا بتمنى لك التوفيق قالت لها شكرا نفس الشيء ليكي لكي هذا وانتي كمان نحط اللي جابه العربي اهلا يا مروة انتي عايزة تبقي ايه نفسك تبقي ايه مهنتك المستقبلية اتلاقي عايزة بقى دكتورة اتلاقي ليه اتلاقي داكاترا بيساعده دايما الناس طب هل يحتاج سوق العمل داكاترا لسه اتلاقي ايوه فعلا سوق العمل لسه بيحتاج داكاترا وانتي عايزة تبقي ايه اتلاقي ما عنديش مهنة ومنية محددة اتلاقي ليه كده اتلاقي ان دا متوقف على درجاتي في السنوية العامة طبعا بس ايه اللي مهنتك المفضلة اللي انتي نفسك تكونيها تقول لها اي جابة دكتورة تقول لها مهندسة تقول لها مبرمجة صحفية اي حاجة جميل ايش هل تدير دي داومي بتمنى لك التوفيق شكرا نفس الشي لكي لكي هذا اول جملة قلنا بالعربي عايزة تبقي ايه قلنا دا سؤال مهم اخشوفناه في المواقف ماذا ترغب تودى ان تصبح انتي عايزة تبقي ايه قلت لها عايزة ابقى طبيبة قالت لها ليه بس تكفي قلت لها الدكاترا بيساعده دايما الناس هل سوق العمل لسه بيحتاج داكاترا قلت لها ايوه سوق العمل لسه بيحتاج داكاترا وانتي قلت لها ما عنديش مهنة امنية محددة ليه كده قلت لها دا متوقف على درجاتي في السنوية العامة كلار اللي ممكن تكون من ديك المفضلة مسلا مدرسة لغة المانية اي حاجة شون اشهال تدير دي داومي دانك لايح ديالوجنو مع دخاي هلو طارق ورح قال جملة عمر و بيستو اي كاسل او اي كيرو اي كيرو wir سنت جستان زرگجو ممتدرسة سأل سؤال وندرسة 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 حقمان تخيối احنا لازم لابدن اتابل حقمان فان حسدو دن تزايت ام فىيتيج اكي داس باسمير مونيسي بلي وين سأل سؤال الو بي ميه توهوز عندي في البت شون سأل سؤال قاله زيشا هابش فيه لفوتو سجما خدنا زيشا بالتأكيد بتساوي طبعا بالتأكيد أنا عملت صور دي تصايجش دير هورها لك أوكي بيس دهين حتى ذلك الحين علمني على بيس دهين دي حضرك مهمة جدا بيس دهين حتى ذلك الحين بنستخدمها في نهاية الديالوج لو هنتقابل طالما هنتقابل أجب آخر الديالوج وقولك بيس دهين حتى ذلك الحين حتى نلتقي مهمة قوي قوي أو فيدا هورن أسمعك مرة أخرى بنقولها دايما أو فيدا هورن في محادسة التليفون بننهي محادسة التليفون بأو فيدا هورن أسمعك مرة أخرى يبقى ده معناه إن الديالوج اللي معنا ده دي محادسة إيه تليفون طب بيرجع كده وفتكر حدك بمحادسة التليفون بتبدأ بإيه طبعا بنبدأ محادسة التليفون إن اللي بيتصل بيعرف نفسه طبعا ده لازم في الإنجليزي وبالألماني في الإنجليزي بتلاقي يقول لك هالو عمر عمر اللي بيتكلم بالالماني هالو هنا عمر معاك عمر ده غير عندنا بقى مين لا انت اللي مين ده انت اللي متصل مش عارف صوت وبنحكي حوارات غريبة هناك برة ما بيضيعوش وقت الناس ما عنداش وقت اللي بيتصل لازم يعرف اسمه على طول قال لنا طارق معاك عمر قال له عمر انت فين في كسل ولا في القايرة يبقى معنا كده ان عمر ده كان في كسل قال له لأ انا في القايرة احنا رجعنا بارح طب الرحلة كتعملة ايه كيف كانت الرحلة كيف كانت كسل قال له رائعة قال له طب لازم نتقابل لابد لازم حتما نتقابل انت عندك وقت قيمت قال له ام الجمعة قال له كي ده كويس مناسب معي طب ونتقابل فين قال له عندي في البيت قال له جميل هتجيب الصور معاك قال له بالتأكيد هجيب الصور معايا انا هرها لك قال له اكي بيزدهين حتى نلتقي حتى ذلك الحين او في دهورن اسمعك مرة اخرى تعالوا نشوف الاجابات باللول احمر هنا عمر معك عمر كيف كانت الرحلة كيف كان الحال في كسل هنتقابل فين قال له عندي في البيت وبعد كي سؤال بالفعل مزبط عملت صور كتير قال له طبعا اكيد عملت صور كتير او رحلة اخر الديالوك حاتم بيكلم في الكيفر البيع ما بقايا حاتم بيكلم مع بيع لازم نتكلم رسمي بتكلم مع كالنا بتكلم مع جارسون مع اوبر ماتر دوتال لازم اتكلم رسمي بكلم مع مزيع لازم اتكلم رسمي بكلم حد في الشرعة ما عرفوش لازم نتكلم رسمي كل ده لازم نستخدم صيغة زي وما ينفعش هنا نستخدم دو لان ده انا معرفوش كويس فلازم تبقى الصيغة بصيغة دو جوتين تاك جوتين تاك سأل سؤال ده البيع قال له يا بيت ايوة من فضلك لو سمحت ايش زوخة اين هوزة فميش انا بدور على ببحث عن بانطلون ليه سأل سؤال قال له اين جينس هوزة بانطلون جينس رسالة عن النوع قال له ده هنا عندنا اوكازيونات هنا ايه رأي حاجة في البانطلونات اللي هنا قال له دي زين زير شيك هي شيك بصراحة ولكن في تناقض هنا ولكن ايش نقط قال له اوتوت مير لاي ديو اسفني هذا فيرهابن كاينش فارتسن هوزن ما عندناش بانطلونات زرقة يبقى معنا كده انا هو طلب بانطلون ايه ازرق عشان كده لازم اقرأ يعني كل حاجة هتفهمني من الحاجة اللي بعديها ده رفهم هو كان عايز ايه قال له انا عايز بانطلون ازرق قال له ما فيش مشكلة انا هاخد الازرق اللي هنا وراح سأل سؤال جملة دي في علامة استفهم في الاخر قال له اين هونده فمسيش بفوند مية وخمسين جنيه قال له اوكي هير اس داس جالد الفلوس هنا دانك شكرا قال له بيت بيت عفوا يبقى اكتب عندك سجل عندك ان دانك بيترد عليها ببيت اللي معناها عفوا نقل بعربي بيع هيقوله للزبون تعلمتوا في الانجليز وفي العربي ممكن اساعد حضرتك حيك محتاج بمساعدة قدر أساعدك قال له قالو سمحت انا بدور على بنتلون لي فسأل سؤال قال له بانتلون جينز ايبا بيقوله ايه نوع البنتلون قال له بنتلون جينز قال له كواس دا احنا عندنا هنا اكازينات بقي ايه رايك في البنطلونات اللي هنا قال له ديشيك بس انا عايز بنتلون اسود فرد قال له انا آسف ما عندناش بنتلونات سودة قال له مفيش مشكلة انا هاخد الازرق اللي هنا بكام كم سعره قاله 150 بفونت قاله اوكي الفلوس هنا هي شكرا قاله عفوا تعالوا نشوف الاجابات كان ايش اين هيلفن قادر اساعد حضرتك هيلفن بيجيب ضطيف زي حضرتك في الضطيف تبقى اين زو خنزي ادفاس حيك بتدور على حاجة سؤال برضو بالفير ابراخن زي هيلفة حيك محتاج مساعدة كل دي اجابات تصلح لي الجملة الاولى قاله ايوه لو سمعت بدور على بانطولية قاله عندنا اوكيزينات طب ايه رأيك في اللهمة قاله كويسة ولكن اشماشت اين شفارتس هوز انا عايز بانطولون اسود قاله انا ايسف احنا ما عندناش بانطولنات سودة قاله ما فيش مشكلة انا هاخد الازرق اللي هنا كم يتكلف هذا قاله 150 فونت قاله بيت عفوا عفوا يا رب الجنوب وفقنا في تقديم مجموعة من الديالوجات اربع ديالوجات مغطين اربع موضعات مختلفة في واحد بيخطط للاجازة يعمل في الاجازة حد بيتكلم عن مها المستقبلية حد راجع من المانيا وده في محل حد بيشتري حاجة بتنقل الجزء اللي بعد كده ما تنسوش خدنا 8 درجات في 8 درجات 16 ومعنا 4 ديالوج قدي 20 درجة لغاية دلوقتي احنا رجعنا لحضراتكم على نص الامتحان يارب نكون غطينا نص الامتحان بشكل كوي استعالوا بقى نشوف لاندس كونت اخر سؤال في الامتحان سؤال الحضارة معنا خمس اسئلة عشان حيك تختار اربعة حيك حيلة الخمسة عشان لو فيه واحد لا قدر اللي تطلع غلط الباقة هيتحسب لك صح حتى لو كان السؤال الاولاني هو الغلط اول سؤال في اي ولاية على اي نهر تقع المدن الالمانية ده مش مجرد سؤال ده دي مجموعة اسئلة مع بعض ولكن جايبينها في شكل جدول عشان تبقى سهلة في المذاكرة وتجمع لحضار كم كبير من المعلومات بتقع في اي ولاية بتقع في ولاية زاكسن بس هي كمان هي عاصمة ولاية زاكسن طب ليه انا كذب لك عاصمة زاكسن عشان في حالة لو جاء قالك يعني ما قالكش بتقع في اي ولاية قالك إجابة جاهزة عند حضرتك طب لو قالك إيه اسم عاصمة زاكسن ترد وتقوله الإجابة جاهزة طب لو جاء قالك إيه زاكسن أين بونسلاند ولاية في المانيا طب بتقع علينا نهر على نهر القلبي على نهر القلبي طب لو جاء سأل حضرتك وقالك ايه هو القلبي تقوله أي فلوس إن دايتشن مونشن مونيخ ايه يا مونيخ دي هوبتشطط فون باييرن عاصمة باييرن طب بتقع في اي ولاية في ولاية باييرن طب في هايز دي هوبتشطط فون باييرن إيه اسم عاصمة باييرن تقوله مونشن إيغان لقيت بييرين بالأ Military إذا � promoted to theipple in Deutschland تبقيتاً في ألمانيا كدام حاولك يزاكسن وبيرن هادي ولايتين في ألمانيا طب على أي نهر تقع مونيشن على نهر إيزار برلين دي دي هابتشطات فن ديتشن principio على صمية ألمانيا بس لا تقع في أولايا إنها quiere referral على أي نهر تقع برلين على نهر لا شبري وهو لا شبري الجدير بالمشاهدة الأماكن السياحية قالك بقى ما الجدير بالمشاهدة كل دا بيسعى الأماكن السياحية دا اسم أبنى أوبرا وعشان كده ما بنقصين كاتب لك أوبرنهاوس ليه؟ عشان لو قالك إيه هي الزمبر أوبر قوله أوبرنهاوس طب اذكر لي أوبرنهاوس تقوله الزمبر أوبر يبقى أنا حاطت كذا سؤال في حتة واحدة ايه تاني جديد بالمشاهدة في تغازدن دا تسفينجر دا شلس قصر يبقى قولك ما هو لتسفينجر قوله شلس اذكر لشلس في تغازدن قوله تسفينجر طب ايه الجديد بالمشاهدة في تغازدن هتقوله تسفينجر فين لتسفينجر تقوله في تغازدن يبقى شوف هي معلومة واحدة وعليها كم سؤال لو جيه نوع في الأسئلة انت حضرك عندك المعلومة اللي اتجاوب بها ايه تاني جديد بالمشاهدة في تغازدن دا اسم مزايم مدحف يبقى لو قالك اذكر لي اسم مدحف هتقوله الجمال دي جالري الجمال دي جالري هتقوله مزايم مدحف الجدير بالمشاهدة في ميونيخ دير فيكتواليوم ماركت سوق فيكتواليوم دي فخاون كيرخي كنيسة العذراء اللي هي ممنقصين مديك معلومة طالما حطيت لحيك معلومة ممنقصين اعرف دي ممكن يجي عليه السؤال لوحده الرمزة او الشعار بتاع ميونيخ يبقى لو قالك ايه الفخاون كيرخي قلوه الرمزة الشعار بتاع ميونيخ هتقوله الفخاون كيرخ مبنى البلدية الحديقة الانجليزية وفي معلومة ممنقصين اكبر حضائق اوروبا يبقى لو قالك ايه الحديقة الانجليزية اكبر حديقة في اوروبا ايه اكبر حديقة في اوروبا هتقول الحديقة الانجليزية اللي في ميونيخ وبالمناسبة طولها 6 كم ايه تاني جديد مشاهدة دست دايتش موزايم المتحف الالماني اكبر متحف هندسي في العالم هنا المعلومة ايه هو المتحف الالماني اكبر متحف هندسي ايه هو اكبر متحف هندسي المتحف الالماني طب لو جيس على حدك ركز جاينا خليك معايا قالك فاصفير اين موزايم ايه نوع المتحف بيكون المتحف الالماني ترح اقيل له تيشنيش موزايم مدحف هندسي اللي هاي المعلومة اللي ما بين قصين اي نوعه؟ مدحف هندسي اي تاني جادير بالمشاهدة نومفنبورغ دي تسوكشبيتسي جابل لتسوكشبيتسي دي الوليمبيا بارك الحديقة الوليمبية دي بافاريا ستوديوس استدهاب بافاريا ون دي ليوبولشت خاصة شارع ليوبولد الجادير بالمشاهدة في برلين دي ايجبتيش موزيم المدحف المصري داس بيرجامون موزيم المدحف البرجامون داس ألتي موزيم المدحف القديم ادي تلات متاحف عشان يقولك اذكر لي تلات متاحف متحفين في برلين ادي مع حيك تلات متاحف شلوس بلوفو أصر البلوفو أصر بلوفو لو أصر الرئاسة هناك شلوس شارلوتنبورغ أصر شارلوتنبورغ داس بخندنبورغة تور بوابة البخندنبورغ البوابة مشهورة جدا في برلين دي موزايمس إنزل جزيرة المتاحف فخيدريش فخيدريش دي اسم شارع يبقى ثلاث شوارع ثلاث مهدين جايين دي باريزة بلاتس دي باريزة بلاتس ودي بوزدامة بلاتس يبقى عندك ثلاث متاحف ثلاث شوارع ثلاث مهدين عندك اسم أسرين نومع تغاي ما هي بيارن؟ ما هي بيارن؟ أكبر ولاية في ألمانيا هي دي الإجابة بس خلاص كفاية طب اي اسم أكبر ولاية في ألمانيا؟ بيارن الجملة التانية دي وليت في سنة دلتشلان بتقع في جنوب ألمانيا عشان لو سأل حقاك أين تقع بيارن؟ بتقوله في سنة دلتشلان في جنوب ألمانيا أربعة أي مدينة في دول جاء لك هيا ليه كولتورشتات مدينة ثقافية هتقول له فيها كثير من المتاحف إجابة لأي مدينة هي ليه ثقافية هنقول نفس الإجابة يعني عالمية دولية أي مدينة يقول لك هيا ليه عالمية حط نفس الإجابة أجانب كتير بيعيشوا وبيشتغلوا هناك أي مدينة يقول لك هيا ليه شيقة حطنا نفس الإجابة فيها كثير من الأماكن السياحية المدينة بتبقى شيقة لما يكون فيها أماكن سياحية كتير سبعة اسم أعلى جبل في ألمانيا أكيد خدنا جبل لتسوق شبيتس الفيناختن أين دويتشس فاميليين فست عيد أسري ألماني طب وان فيرت يحتفل من فيناخت إمتى المرء بيحتفل بالكريسماس إمتى في شهر ديسمبر في أي عمر في أي عمر بيذهب التلاميذ إلى المدرسة البتدائية بيروحوا في أن عمر البتدائي في عمر ست سنوات ده بقى في مصر في ألمانيا في كل حتة الأطفال بتخش البتدائي إمتى إم ألتا فون زيك سيار وان ماتا بيكمن دي كيندا إن دويتشلاند أين شول تيوتي إمتى الأطفال في ألمانيا بيحصلوا على شول تيوتي كيس المدرسة الورطاس الملون المليان بلبس حلويات شكولتات عشان يحببوا العيال إنها تخش المدرسة إمتى بيأخذوا الشول تيوتي ده أم أرستن شول تاك في أول يوم درسة السؤال ده ممكن يجي معك أمتى بيأخذوا الشول تيوتي عشان ترد تقوله أم أرستن شول تاك إلى أين يذهب التلاميذ بعد الجنشول بيروحوا لفين بعد الابتدائي عندهم ثلاث مسارات ثلاث إمكانيات إما للتعليم الفني اللي اسم أو دي ريال شول التعليم الفني الآخر اللي اسمه ريال شول أو در أوس جيمنازيوم أو إلى السنة والعام يبقى يروحوا أو ريال شول دول تعليم فني أو در أوس جيمنازيوم أو إلى السنة والعام نظام التعليم إن شاء الله هيجينا فيه سؤال إن شاء الله بأمر الله عملتولك على شكل جدول يبقى سهل جدا على حيك في المذاكرة أول حاجة اللي تخلشوا للمدرسة الابتدائي الدور مدتها قد إيه فيه رياري أربع سنين ملهاش امتحان آخر خانة دي لأنه نخدم أبشلوس بعد الامتحان بيعملوا إيه طبعا هنا احنا قلناها قبل كده أنه هما بيروحوا الهاوبتشول الريال شول أو الجيمنازيوم بس ما فيش امتحان أصلا للكرون شول الهاوبتشول ده تعليم فني مدته فين في ياري لو قالك كان مدته خمس سنين اسم الامتحان بتاعه اسمه هوبتشول أبشلوس هوبتشول أبشلوس بيروحوا فين بعد الهاوبتشول أبشلوس ان دي بيروفس شول إلى المدرسة المهنية يبقى اللي بيخش الهاوبتشول اللي بيقعد فيها خمس سنين فأخيرهم بيعمل الامتحان اسمه الهاوبتشول أبشلوس يخش بعديها عال поэтому في المدرسة المهنية عشان يعمل ليري دبلوما ماهنية الريال شول تعليم فني قرقة شوية أعلى شوية اسم الامتحان بيعملوا ايه بعد بيروحوا الى الفخ ابرشولي الى المعهد الفني المتخصص عشان يتخصصوا في مهنة يعملوا فيها كمناسيوم السنة والعام مدته 9 سنين لا صلح دي 9 سنين مش 7 سنين 9 سنوات بنعتذر لي قدوم السبع سنين دي 9 سنين خطأك في الكتابة 9 سنين اسم الامتحان امتحان السنوية العامة بيروحوا فيهم بعد الجمناسيوم بيتوجهوا الى الجمع يبقى تاني بأكد السنوات العامة في المانيا 9 سنين دي اسئلة المانيا نشوف اسئلة ايجوبتن مصر اول سؤال مصر بتحد بحرين اسمهم ايه البحرين اللي في مصر البحر رابع المتوسط والبحر الاحمر زي ما شوفنا مواقع المدن المانية هنعرف مواقع المدن المصرية عندي اول حاجة كايرو واسوان لوكسر ام نيل على النيل وممكن لو بالنسبة لوقسر واسوان تقول ان اوبر ايجوبتن في صعيد مصر او نقول بالنسبة للتلاتة ام نيل منصورة وطنطة النيل دلتا في دلتا النيل لو جي قال لحضرتك اذكر لي مدنتين في نيل دلتا النيل دلتا اتقول له منصورة وطنطة واكتب اللي احمي مدنها لحضرتك متحاولش تكتهد عشان ما طلعش حال غلط لو انت عارف اوكي مش عارف مش متأكد اكتب مدنتين في الدلتا منصورة وطنطة سكندرية مرسمة تروح بورسعيد ام ميت المير على البحر لابن المتوسط هورجادا سويس شارم الشيخ ام روت المير على البحر الاحمر الجديد بمشاهدة في المودة المصرية مش معقول حيك تعرف الجديد بمشاهدة في المودة الالمانية وفي المودة المصرية لأ الجديد مشاهدة في القيارة قصدين بكايرو كفوس كايرو قيارة كبرى مدينة القيارة مش محافظة القيارة دي بغاميدي الأهرامات دي تستاديل القلعة دي موزين المتاحب دي كايرو تورم برج القاهرة دير تسو دير خان الخليلي ماركت دي الأزهر موشي ودير الأزهر بارك حديقة الأزهر والقبلها تجمع الأزهر في اسكندرية دي أليكس بيبلوتيك مكتبت اسكندرية داس خرمش موزيم المتحف الروماني دي كايت باي بورق قلعة كايت باي ودير المنتزه بارك حديقة المنتزه في لوصور كارنك تيمبل لكسور تيمبل دير حتش بسود تيمبل معبد كارنك معبد لوصور معبد حتش بسود ودير كونيجة ودي الملوك الجديد مشاهدة في اسوان دير فيلا تيمبل معبد فالة دير أبو زيمبل تيمبل معبد أبو سيمبل دي بتاني شي انزل جزيرة النباتات دا سنوبي شي مزايم المتحف النوبي ونضيع هوش توضم السد العلي نوة اختسين بس كمان انهور جادا مخن الواحد دي قدر يعمله في الغردقة نين نزيد سباي اكتيفيتات نذكر لنا اتنين من الانشطة اللي نقدر نعمله في الغردقة قالك بقى شام الشيخ اسكندرية كل دا واحد دورت كمان رودرن يجدف دي اول نشاط رودرن يجدف شفيمين يعوم زيجل دي تالت واحدة يقود مراكب شرعية انسيرفين يتزحلق على الماء نين نزيد سباي اونفرستيتس شتاتي ان ايجبت اذكر مدنتين فيهم جامعة في مصر مدنتين فيهم جامعة كايرو أليكزاندريا أسيود طنطة منصورة او عتقولي عن شمس وحلوان السؤال ما بيقولش اذكر جامعتين السؤال بيقولك اذكر مدنتين فيهم جامعة يبقى بنسأل عن اسم المدينة مش بنسأل عن اسم الجامعة نين نزيد سباي اندستري شتاتي اذكر مدنتين صناعيتين في مصر مدنتين صناعيتين في مصر السؤالة المهمة المحلة وكايرو المحلة ما ملقصين كاتبلك تكستيل اندستري صناعة الغزل والنسيج عشان في حالة لو قالك فيلش اندستري اي صناعة بتوجد في المحلة تقوله تكستيل اندستري صناعة الغزل والنسيج مدنتين صناعيتين القايرة والمحلة كم مدة الابتدائي في مصر 6 سنين جرائد يومية مصرية هنقول الاخرام الاخبار واكيد اليوم السابع لو قالك سكل جرائد اسبوعية عندك الاسبوع وسط الأمة جرائد اسبوعية الاسبوع وسط الأمة يومية الاخرام الاخبار واليوم السابع حامل لجائزة نوبل مصر يحامل لجائزة نوبل عندنا أحمد زويل عندنا أنور السادات عندنا نجيب محفوظ طبعا ومحمد البردين أخذ بالك أداة النكرى معنا واحد إحنا عايزين واحد بس كيف تكون التقاليد في الصعيد التقاليد في الصعيد بيكون سارما جدا شديدا جدا سارما جدا كيف تجد حضرتك دس لبن الحياة في الريف كيف تكون الحياة في الريف روح هادئة وفردلش مسالمة هادئة ومسالمة 26 كيف تكون العلاقات الأسرية في أجيبتن في مصر لعقات الأسرية في مصر شتارك قوية وفردلش مسالمة وفردلش مسالمة وفي الأخر أن يعني يزرع ماذا يزرع المرء في الصعيد بنزرع إيه في الصعيد إيم زمر في الصيف سكر رور أصب السكر إيم فينتر في الشتاء فيتسين أمح كلي برسيم وند بونن بقليعت السؤال ده ممكن يجي معك وس مرتين يقولك إمتى بنزرع المحاصيل دي من سكر رور في الصيف فيتسين كلي بونن إيم فينتر أو بنزرعهم فين عشان تقول إن أوبر إيجبتن في صعيد مصر أصدقائي إخواتي أبنائي الطلبة يارب نكونوا يوفقنا في تقديم مجموعة كبيرة من الأسئلة إحنا غطينا 25 درجة من الامتحان الـ 40 درجة بتاع الألماني دي 25 درجة منهم 8 تاكستير فاسونج 8 مواقف 4 ديالوج و 5 علام ديس كوند 25 درجة من الـ 40 درجة أكيد حضرتك نسيت فترة اللي فاتت ذكرته عربي كتير جدا بعدها ذكرته انجليزي كتير جدا بعدها ذكرته فيزياء فأكيد أكيد حضرتك نسيته حاجة كتير حاولنا النهاردة على قد ما نقدر نفكر حضرتك بالمعلومات اللي احنا عارفين ووصقين ان انتم عارفينها كواس جدا جدا وشطار وفيها ومية مية بس افتكرناها يارب يكون دا مفيد جدا جدا بالنسبالك في ليلة الامتحان وإن شاء الله وإنتوا عادين في اللجنة هتفتكروا كل كلمة قلناها في الفيديو ده وإن شاء الله تضمنوا الـ 25 درجة في الفيديو تظرونا فيديو التاني في بقية أسئلة الامتحان وفي الآفزات معنا لسه 15 درجة في الفيديو الجاي اشتركوا في القناة وإن شكرا للمشاهدة وإن شكرا للمشاهدة وإن شكرا للمشاهدة